أهلا بحضراتكم من جديد الأهلي بيستاني في تدريباته النهاردة استعدادا لإحدى المباراة الهامة جدا جدا في مشوار النادي الأهلي في بطولة الدورة بل باعتبرها هي مباراة فاصلة الاعتبرات مهمة جدا أول حاجة مباراة ودي دجلة اللي هتكون بعد بكرة إن شاء الله تكسبها تبقى الأول تكسب المطشة دا تاخد التالت موقع بإذن الله تعالى تبقى أول الجدول عشان كده المباراة دي مهم احنا عايزين الخطوة بتاعت بس إنك تبقى الأول هي خطوة دي عارفين الخطوة اللي انت ايه؟ توصل لكمة بعد كده اللي جاي إن شاء الله بإذن الله حيكون في إيه داك بقى اللي جاي انت تقدر تتحكم فيه تقدر تكون يعني تكسب وتوصل اللي انت عايزه ويبقى عندك أرياحية نسبية بخصوص مركزك في بطولة الدورة لكن في نفس الوقت حيبقى عليك ضغط الأهل بيعرف يتعامل مع الضغط مفيش مشكلة الضغط بالنسبة لنا كويس جدا والنسبة دي كانت لقطات من المران الأهلي في هذه اللحظات على الهواء مباشرة واستقناف التدريبات يعني فهي دي النقطة المهمة أو في مورات ودي دجلة مطش كمان على المستوى الفني هو مطش صعب مطش صعب جدا فريق ودي دجلة عنده يعني بعض الظروف اللي بتتمثل في محاربته على البقاء في بطولة الدوري فريق محترم عنده لعبة جيدة فدايما مباريات ودي دجلة بتبقى صعبة شوية ورخمة كده شوية فمهمة أو إن انت المطش ده بتعديه وبعد كده السبع مطشات اللي بعديه حزبة تانية بقى حزبة تانية خالص إن شاء الله الأهلي قدها اللعيبة برجالة بعد الأجازة اللي خدوها دي والراحة النسبية الجيدة بالنسبة للفرقة إن شاء الله كمان الجاز الفني يكون في كمة التركيز وإحنا عارفين مدى إدراق عناصر الفريق الأول بشكل كامل بمدى أهمية هذه المرحلة وهذه المهمة اللي بينتظرها وبيترقبها كل جمهور الكرة المصرية بشكل عام ده طبيعي بحكم المنافسة مع نادي الزمالك وجمهور النادي الأهلي بشكل خاص لأنه هو بيغير جدا جمهور الأهلي بيغير جدا على بطولته المصددة اللي هي بطولة الدوري مش عايزها تروح منه مش عايز يخسرها فحناخد الموضوع واحدة واحدة سيبك بقى من أي كلام تاني بيتقال في أي حاجة تاني في أي حد مش حنشتت نفسنا حنركز بس إزاي نبقى حوالين الفرقة دي إزاي نبقى منكلم بس على الأهلي ومنافسة على الدوري إزاي نشجع اللعبة دي هي دي المرحلة الأهم بالنسبة لنا وهو ده الهدف الأسمة بالنسبة لجمهور النادي الأهلي وهو الحفاظ على بطولة الدوري عشان تبقى بطولة رقم 43 في تاريخ النادي فإنسى أي حاجة وركز بس في البطولة دي وركز في المطشات اللي جاي التامة المطشات اللي جايين دول ركز فيه أول مطش دجلة نعديه على خير بإذن الله بإذن الله وبعد كده حسابات بقى كل المباراة اللي هي حساباتها في السبع مباراة المتوقية والزمالك بردو حيكون عنده سبع مباراة فالمنافسة قوية وبالمناسبة بيكون فيه منافسة قوية كده الدوري بيبقى ليه طعم لما بإذن الله تفوز به بيبقى فيه إصار حاجة احنا نتمنىها دايما في القرى المصرية حاجة بيبقى إيجابية في كل النواحي لكن إن شاء الله التوفيق يكون حليف نادينا بإذن الله النادي الأهلي واسكين جدا فيه اللعيبة وجاز الفني ترجمة نانسي قنقر